معي عبر الأقمار الصناعية من بيروت دكتور سامي نادر دكتور سامي مساء الخير إذن منذ فترة قصيرة ونحن نتحدث كانت ستعقد ومحدد الموعد طبعا ومازال بعدها قلنا بإنه ألغيت والآن نقول بإنه محتملة كيف وصلنا إلى هنا؟ تقلبات كثيرة في هذا الملف وهناك تحسين للمواقع التفاوضية هذا بالتأكيد ثانيا هناك مسار لبناء الثقة التي كانت مفقودة بين واشنطن وبيونج يونج ومن المحتمل أن نرى مثل هكذا تقلبات ثالثا هناك تردد كبير من الطرفين لسيما أيضا من الطرف الأمريكي الذي لن يذهب إلى هذه المفاوضات إلى هذه القمة إلا إذا كان أكيدا أنها سوف تتكلل بالنجاح لأن المجازفة كبيرة من قبل واشنطن هناك إرث ما يسمى الرئيس الأمريكي ترامب الذي وضع هذه العقيدة الجديدة على الساحة الدولية وهذا هو الامتحان الأول وهذا قد يكون أيضا الإنجاز الأهم الذي سوف ينعكس على سائر الملفات لن يذهب ترامب إلى قمة إلا إذا كانت مضمونة النتائج ومن هنا واشنطن تشغل تفكيك كامل وناجز يعني ما الذي ننتظره اليوم ما الذي تنتظره الولايات المتحدة لتحسم موضوع هذه القمة وعلى أساس بأنه ستخرج بالنتائج التي يريدها ترامب غير هيك لن يذهب إلى هذه القمة أعلنوا هذا وكما قلت حضرتك دكتور سامي هي تريد أنه التزام كامل والضمانات لتفكيك الترسان النووية بالكامل هذا ما تطلبه واشنطن أما في المقابل ما تطلبه بيونغينغ شيئان أولا فك العقوبات الاقتصادية والانفتاح والانخراط بالاقتصاد العام العالمي وهذا حاصل عليه واليوم تصريح ترامب في هذا الاتجاه هو بمثابة جزرة وكلام يطيب للأزن الكورية ولكن هناك مسألة دقيقة جدا وقد تكون أكثر أهمية بالنسبة لكيم يونغ أون وهو الضمانات واشنطن لبقاء النظام وهنا ما أشار إليه نائب الرئيس بانس منذ أربع أو خمس أيام حينما أشار إلى أن موزج الليبي هذا ما أثار غضب وحفيظة وقدت إلى هذا التقلب بالموقف قبل ذكره كان كوريا الشمالية واضح وكيم جونغ أون بأن موضوع الأمن تأمين موضوعه بالداخل وموضوع نظامه صحيح؟ أن هذا من الشروع؟ صحيح. هذه هي أعتقد النقطة الأساس هذه النقطة المحوارية فإذا ما قدمت لي كيم يونغ أون هذه الضمانات أن لا أحد سوف يقوم بزعزعة النظام أو بالانقلاب على النظام وأن النموذج الليبي لا يمكن أن يكرر في كوريا الشمالية أعتقد أن الجميع ذاهب إلى قمة وقد تكون ناجحة لأن واشنطن أيضا ليس فقط بيونغ يونغ ولكن واشنطن أيضا بحاجة إلى هذه القمة بحاجة إلى هذه الإنجاز للقفز فوق المشاكل الداخلية أولا وثانيا لاستثمار على الساحة الدولية لأن هذا الملف إذا كلل بالنجاح سوف ينعكس على ملفات أخرى سوف يكرس عقيدة ترامب في السياسة الدفاعية وفي السياسة الخارجية وفي مقاربة الملفات النووية وعلى رأسها الملف الإيراني إذن ما يجري في بيونغ يونغ لن يبقى في بيونغ يونغ إنما سوف تكون لديه تداعياته على كافة الملفات على المستوى الدولي لماذا ركز؟ ما الرسالة التي أرادها ترامب عندما ركز على اقتصاد كوريا الشمالية وبأنه لديها إمكانات رائعة وما إلى ذلك فقط لأنه سينتعش بعد رفع الأقوبات لأنه يعرف تماما ما كوريا الشمالية بحاجة إليه لأنه صغى تماما عند أول خطاب قاله كيم يونغ أون متوجها إلى جماهيره حينما وعدهم بيوم أفضل وبمستقبل ذاهر وعاد واعتزر عن هذا الوعد العام الماضي إذن واشنطن تدرك تماما أن الأولوية بالنسبة لكوريا الشمالية هي رفع العقوبات الاقتصادية والدخول في مسار تنمية اقتصادية يؤمن استمرارية النظام ولكنها أيضا تريد الضمانات بنأجل البقاء على النظام كانت أول أزمة إذا ما ذكرتي حينما قامت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بهذه المناورات العسكرية المشتركة وبينما كانت قد أعلنت هذه القمة وكانت هذه أول انتكاسة الانتكاسة الثانية أتت بعد تصريح نائب الرئيس الأمريكي حينما أشر إلى النموذج الليبي ولكن من دون شك هناك تكتيك تفاوض هناك ثقافة تفاوضية مختلفة هناك مصار من أجل بناء الثقة ولكن في المحصلة في الأساسيات الطرفان بحاجة إلى قمة الناجحة في 12 من الشهر المقبل شكرا من بيروت دكتور سامي نادر ترجمة نانسي قنقر